بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو والتحديث الخاص بي FTMO وهنتكلم عن البيزنس بلان الخاص بهذه الشركة طبعا FTMO عمل التحديث هو عبارة عن هداية اللي انت كل يوم من يوم واحد في الشهر شهر ديسمبر حتى يوم 25 بتكبس على الهدية الخاصة بيه اليوم ادي الايام هي تمام وكل يوم بتكبس على الهدية فبتطلع لك يعني انت مثلا انا يوم اتنين ده مفترض ان انا هكبس انا طلعت لي هدية هنا كبست عليها طالما ما جاليش ايميل ان انا فست انا بقى بدخل ايه يعني الهدية اللي كانت تدعت لي حساب بمتين الف تمام متين الف فهاخد طاقيم بمتين الف فبتدخل مع مجموعة من المستثمرين والمتاجرين حول العالم اللي هم زي كبسوا في نفس اليوم ما جالكش ايميل ان انت فست خلاص الجايزة راحت لواحد تاني تكبس كده ادي ايه جات لي هدية تمام نشوف الهدية ايه اهو اهو خمسة بالمائة ديسكون النهاردة لا مش عاوزها مش عاوزها خمسة بالمائة ديسكون تمام كان الحساب المتين الف ده كان افضل يا رب مفوز انت فاهم فعلى حاصل بقى كل يوم هيجيب لك ايه اه جايزة نشوف بقى السحب ايه هيكون عامل ازاي تمام كل يوم بتكبس وتشوف الجايزة الخاصة بك حتى يوم خمسة وعشرين ولو اه حلفك الحظ وتم السحب وانت اللي ربحت هتلاقي ايميل جاي لك تمام دي الجواز الخاصة بافتي مو والتحديث الخاص بيا احنا كنا نتمنى ان التحديث يكون غير كده خالص التحديث يكون في المدة التحديث يكون في الاسعار التحديث يكون في البرنامج نفسه الحقيقة ان فتي مو بتفكرني ب نوكيا فاكرين شركة الهواتف المحمولة نوكيا زمان نوكيا زمان لما بدأت الصناعة في الهواتف المحمولة كانت 1987 وكانت افضل شركة هواتف محمولة 1998 واستحوزت نوكيا على 50% من الحصة السوقية للسوق في 2007 اين هي نوكيا الآن يعني نوكيا زمان لو تفتكروا لعبة الصعبان اللي احنا كنا اول ما جبنا التليفون النوكيا بتاع زمان ده ونلعب لعبة الصعبان كده وسبنا كل حاجة وقاعدين نلعب لعبة الصعبان خلاص اختافت بقى الحكاية ديت الحكاية دي خلاص اصبحت من التراث القديم تمام ليه بقى فيه بلاك بيري وبقى فيه قبل وحاجات بقى كتيرة جدا طلعته سامسونج وغيرها تمام كل دي كل الشركات ديت بقى تاخد من الحصة السوقية لنوكيا ليه؟ لاني نوكيا مش عايزة تطور من نفسها هي معتمدة على اسم نوكيا هو ده اللي بيحصل الان مع FTMO الاعتماد المبالغ في مسألة العلامة التجارية اللي انا براند خلاص انا كFTMO كشركة انا تم السحبة مني بمليون دولار هل فيه شركة تم السحبة منها مليون دولار؟ ما حصلش انا فيه ناس بتسحب من نصف مليون وربعمائة الف وانا شركة ذاتها مصداقية عالية جدا انا لم اقل لك شيئا يعني انت يعني زي بيقولوا ايه؟ لو ليك خمس تلاف دولار او عشرة تلاف دولار في اي شركة تمويل تخاف لكن لو ليك نصف مليون دولار في شركة افتي او ما تخافش تمام؟ اموالك اكناها في بنك فعلا شركة ذاتها مصداقية عالية جدا لكن انا مشكلتي خليني ارجع لكم بمثال كده عملي زمان كان عندنا في الشارع واحد اسمه الحج محمود وكلمة الحج في مصر ديت بتطلق اما باغراض ثلاثة يعني اما انت مثلا تكون صاحب صروة فيتقال لك يا حج نفاقا او انك تكون راجل يعني صحتك خلاص اصبحت سيئة بقيت راجل بركة فيقول لك يا حج يعني شفاقة خلاص بقيت راجل بركة او انك يتقال لك يا حج احتراما هم دول التلات معاني لكلمة حج فالحج محمود ده كان من الناس اللي هما ايه البركة اللي هو بيتقال له بركة راجل بركة خلاص صحته لم تصبح يعني كما هي فخلاص الناس بتقول له يا حج محمود نرجع لقصة عم محمود ده حج محمود كان عنده مشكلة ايه هي؟ هي عدم المرونة الفكرية هي نفسها اللي موجودة عند FTMO حج محمود كان فاتح فطاطري جميل دكان فطاطري جميل بيعمل فطيرة بالبيض فقط لي غير حتى قعد نقترح عليه يا حج محمود طيب ما تضيف مثلا جبنة تضيف اي حاجة اي حاجة تضيفها لي الفطيرة بالبيض ده هو عنده هو ده النموذج اللي بيعمله واللي عبر عشرات السنوات ربح من خلاله فمش عايز يغير هي كذلك FTMO جماعة انا دلوقتي فاتح مشروع والمشروع ده عمال يربح بيجيب لي FTMO داخلها السنوي يتعدل مليارات حاجة بتجيب لك مليارات الدولارات فانت هتيجي تقول لي اعدل من البيزنس بلان الخاص بك اعدله ليه ده مشروع بيجيب لي مليارات الدولارات كل سنة اذا انا ناجح تمام بيحصل ايه بقى اللي بيحصل ان بيحصل خفض في مسألة النمو النمو بيقل تمام بس واحدة واحد يعني الشركات دي مبتنتهيش مرة واحد يعني ببيعرفش الحتة ديت اللي بعد ست سنين بعد عشر سنين يبدأ يقول اه انا عندي FTMO بتعمل ايه بقى بتزود في مسألة الاعلانات يعني انت لو لاحظت FTMO مزودة في مسألة الاعلانات ممكن تاخد حصة من الدخل اللي هو بيدخلها وتعملها في مسألة الاعلانات علشان تجيب ناس جداد معتمدة على المبالغة في العلامة التجارية ان انا مصدقية عالية واجربني ده انا افضل شركة في السوق تمام والكلام ده صحيح تمام لكن النموذج كل مواحد يجربه يقولك لا النموذج فيه نمازج ظهر الجديدة انا اقدر اجربها تمام فنرجع للحجة محمود الحجة محمود ده لما عمل الفطيرة بالبيد بدأت ناس بجواره تفتح دكاكين ومحلات بيتزا تمام يعملوا فطير وبيتزا بيتزا شرقي وبيتزا ايطالي والكلام ده لما بدأوا يعملوا كده بدأوا ياخدوا ايه حصة سوقية من عم محمود وعم محمود برضه مصر ان هو يعمل الفطيرة بالبيد مش عايز يطور تمام الناس بدأت تعمل كلام ده كلام ده بقى معمول مع فتي ام او طيب معمول ازاي هقولك عم محمود زي ما فيه ناس فتحت دكاكين للبيدزا ايضا فيه ناس فتحت نفس المحل بتاع عم محمود بجودة افضل وبسعر اقل يعني اعملوا ميزة تنفسية عن عم محمود هو ده اللي عملته شركات كتير مع النموذج الخاص بفتي ام او فيه شركات استسهلت قالت لك وانا اعمل ليه نموذج جديد وانا عبقاري زماني هي القصة كلها في شركات التمويل قائمة على مسألة الإحصائيات تمام؟ الإحصائية بتقول ان مسألة التقييمات ديت بتكسب الشركات التمويل طيب خلاص انا هعمل النموذج الخاص بفتي ام او طيب انت هتعمل النموذج نفس النموذج ونفس الاسعار طيب كده مش هيجيلك حد فاهم؟ لازم يكون عندك ميزة تنفسية عن فتي ام او لانا كالعالي يوسف كان متاجر انا شايف فتي ام او النموذج الخاص بيه وشايف النموذج بتاعك هو نفس فتي ام او اللي يخليني اجيلك مانا شايف فتي ام او لو انا هسحب 500 الف هسحب مليون دولار هدهم لي هجيلك ليه هجرب معك ليه لازم تكنعني لازم يكون عندك ميزة تنفسية ميزة تنفسية ممكن تكون والله احنا هنعمل بدل مع 10 بالمئة او 5 بالمئة لا زي ما ايه ايه تعملت لا والله هي 8 بالمئة او 5 بالمئة الربح 8 بالمئة او 5 بالمئة عشان اجزب ايه الزبون اجزب العميل او ايه رأيك لا احنا عندنا حساب بربع مليون دولار ايه رأيك لا احنا عندنا حساب بربعمية الف كما فعلت تي اف تي اف تي ام او تبدأ افقار بقى ايه على نفس النموذج بس انت ايه بتعمل ميزة تنفسية عن اف تي ام او تمام فيبدأ ناس يجيلك تبدأ تاخد حصة سوقية تمام تقرى السوق يعني تي اف تي اردت السوق فالسوق عاوز ايه عايز حساب بربعمائة الف وعايز رفعه واحد لمتين طب اعملها اف تي امو لا ما عملتش بدأت شركات اخرى تعمل نموذج جديد واستحوذ على حصة سوقية كبيرة زي اف تي بلس وماي فاند اف اكس عملوا ايه عملوا المرحلة الوحيدة المرحلة الوحدة اعتقد ان هي ناس كتيرة عجبها الفكر ان انا بدل ما ادخل مرحلتين لا مرحلة واحدة وبلا مدة بدأت شركات كتيرة جدا تعمل مسألة بلا مدة او تحددلك سنة سنة عشان تعمل عشرة بالمئة مدة كبيرة زي سيتي تريدرز اف تي او كي شركات كتيرة بدأت تعمل مدة كبيرة تمام اف تي او كي مسألة عاملة ستة اشهر برضو مدة كبيرة عشان تعمل عشرة بالمئة لكن ماي فاند اف اكس و اف تي بلس عملين المدة مفتوحة فهي ديت اللي انت بتعمل ميزة تنافسية علشان الناس تجيلك تمام بدأوا يعملوا افكار جديدة كان اولى بف تي ام او ليه تنزل التمويل الفوري ايه اللي مانع ف تي ام او ليه تنزل التمويل الفوري انت عارف يعني انا كشركة اعتبر نفسي ان انا يعني مالك افتي امو انا لو نزلت التمويل الفوري ده انا هكتسح السوق ده انا هاخد حصة سوقية كبيرة جدا ليه هاعتمد على مسألة ايه العلامة التجارية ان انا راجل بدفع معنى ان انا راجل بدفع لما نزلك منتج زي التمويل الفوري ده حتى لو كنت هبالغ في الاسعار انت هتدخل عندي انت هتدخل وهتشترك حتى لو اتركت تمويل الفوري ده انت مثلا حساب المتين الف لا انت هتدفع خمس تلاف دولار عشان تدخل تمويل الفوري هتدفع ليه انت استلمت حساب بمتين الف فاهم واستلمته في مين في شركة عملاقة زي افتي ام او فيجب على افتي ام او ان هي تبدأ بقى مرحلة التجميد او التجمد الفكري ده لازم تروح بقى للمرونة الفكرية ولازم تحدث من نفسها ليه الحصة السوقية هتهرب منها هتفضل الحصة السوقية تبدأ تقل تقل خصوصا مع بداية العام المقبل 2023 انا باعتبر العام المقبل 2023 ده بداية بقى الصورة الصورة الحقيقية للبروب فرم هتبدأ شركات تعمل بقى منتجات جديدة هنشوف بقى لان الصراع بقى كبير المنافسة بقت كبيرة جدا كلها بتصب في صالح ايه في صالح المستثمر والمتاجر ليه زمان يا جماعة كنا يعني هم اربع شركات خمس شركات فكانت الشركات دي بما فيهم افتي ام او خلاص مستحوزها يعني لو ما معرفتش تشتغل مع افتي ام او خلاص مش تعرف تشتغل مع شركة اخر لكنها دلوقتي كمتهجر انا الاستراتي بتاعتي ما نفعتش مع افتي ام او لا هشتغل مع شركة تانية تمام اصبح بقى عندي اكتر من 20 شركة وتلاتين شركة اقدر اختار بينهم انا مش عاوز اتقل تقييمات لا خلاص هتقل تمويل فوري لا انا عايز اتقل شركة فيها مضاعفات لا انا عاوز اتقل شركة فيها هج لا انا عاوز اتقل شركة مش عارف يكون السحب من خلال الكريبتو كارانسي عايز اتقل شركة يكون السحب عن طريق البريفكت ماني في حاجات كتيرة جدر فاصبح كل متاجر وفقا للمعطيات اللي عنده يقدر يختار الشركة اللي تريحه انا بقى كشركة يعني احنا ونعمل الشركة العربية طبعا العديد من الاصدقاء سألني الشركة العربية احنا شغالين والله فيها بس المسألة ليست كما تتخيل ان هي سهلة لا المسألة ليست سهلة اطلاقا المنافسة لما بدأنا نأسس الشركة العربية المنافسة كانت بسيطة حاليا المنافسة صعبة جدا صعبة فانت لازم تنزل بمنتج قوي للغاية لانت داخل مع شركات كلها قوية وكلها اصبح عندها ثقة ومصدقية تمام ما هو المشكلة في ايه؟ افتيومو كانت معتمدة على مسألة الاعتماد المبالغ في العلامة التجارية ان انا عندي والناس مش هتجرب الشركات الاخرى الناس بدأت تجرب الشركات الاخرى هي دي بقى المشكلة الناس بدأت تجرب الشركات الاخرى وبدأت تسحب من الشركات الاخرى اه بيسحبوا مبالغ لسه لسه لم تصل للمليون دولار والنص مليون دولار وهذا الكلام لكن اعتقد في 2023 الناس كتيرة قوي هتسحب من شركات مبالغ فوق النص مليون وانا بقولها لك افتي بلاس هيتسحب منها اكتر من نص مليون في 2023 هيتسحب منها اكتر من نص مليون مايفوند اف اكس هيتسحب منها اكتر من نص مليون في شركات كتيرة جدا هيتسحب منها اكتر من طبعا تي افتي ده هيتسحب منها اكتر من نص مليون دولار تمام؟ فكل شركة هي بدأت كل شركة عمالة تطور من نفسها كل شركة عمالة تعمل حاجة جديدة وافتي ام او مش عايزة تطور مش عايزة تعمل اي حاجة يا جماعة مش كده يا جماعة الاعتماد المبالغ في البراند والعلامة التجارية ده خاطئ وقع شركات كتير اه الشركة بتقع بعد عشر سنين خمستاشر سنة هتكونوا عملتوا مليارات المليارات كل سنة بتعمل مليارات الدولارات تمام فدي مشكلة مشكلة كبيرة بتواجه FTMU عدم المرورة الفكرية وارجوا ان هم يتفهموا ذلك يعني ارجوا FTMU تعمل حاجة جديدة خصوصا مثلا على بداية السنة لو عاوز تدخل اي شركة من شركات التمويل تقدر في الاسفل هتلاقي الشركات الخاصة بالتمويل بس ادخل الشركة اللي انت تكون دارسها كويس يعني انت هتلاقي الليستة الخاصة بالفيديوهات احنا عاملنا في الصفحة الرئيسية للقناة شوفها يعني انت مثلا عايز اي ايت هتشوف لستة خاصة بي ايت تقرى فيها وتشوف وتذكر هل هي مناسبة لك ولا لا يعني انا مثلا عايز اشتغل باي استراتيجية خلاص روح ايت مش هيكلموك في حاجة مش هيكلموك في حاجة تشتغل مضاعفات تشتغل اي حاجة خلاص باشتغل مضاعفات لا مش هتروح لTFT رغم انTFT دي حاجة عالية قوي لكن مش هينفع معها المضاعفات انا عايز رفع عالية وعايز ربعمائة الف وعايز تلتمائة الف TFT روح على طول انطلق لا انا مش عايز مدة مش عايز تقييم خلاص FT Plus او MyFundedFX فاهم فكل شرقة لا انا عايز مصدقية عالية خلاص FTMO هو كده يعني مصدقية طبعا كل الشركات دي مصدقية عالية بس اعلاهم هي FTMO هي كده لازم تبقى امردت بنت افكارك انت قدرتك ايه وتقدر تعمل ايه كل الشركات حلوة كل الشركات كيوت كل الشركات جميلة مفيش اي مشكلة تمام شركات كتيرة بيتم السحب منها بس انت قدرتك ايه مع الشرك هل هتنفعك ولا مش هتنفعك ما قد يصلح لغيرك قد لا يصلح لك تمام ارجو ان انا كن وصلت الرسالة لكن ان شاء الله في 2023 اعتقد اني هنشوف مستجدات جديدة في شركات واعتقد ان FTMO يعني زي بيقولوا غصبا عنها لازم هتطور من نفسها اعتقد ان هي هتعمل مفاجأة غير المفاجأة اللي احنا شوفناها ده يعني ما ينفعش يعني اعملي مفاجأة وعمالي العدد يعيد التوقيت تنازلي وبعد كده الاقي المفاجأة ديت وتقول لي اعمل لك خصم 5% الهدية بتاعتي انا بتمنى لا بتمنى لي ما تجيش يعني انت وصلتني لأ ايه خصم 5% لا مش ده مش ده اللي احنا منتظرينه من FTMO شركة عملاقة زي كده لا احنا منتظرين اكتر من كده منتظرين اللي انت تزبط البرنامج الخاص بيك خلي بالك الشركات بدأت تعمل ايه بدأت تعمل اكتر من منتج يعني مثلا FT بلس عامل ايه عامل تلت منتجات مرحلتين ومرحلة وتمويل فوري تلت حاجات تمام ليه هقولك ليه بقى انا بقى بقى كلمك في البزنس بلان الخاص بالشركة خلاص انا جربت شركة FT بلس جربتها وسحبت منها الحمد لله وخلاص وسقت في هذي الشركة فلازم يعمل لي المنتج التاني افرد علي يوسف ده عايز تمويل فوري فلسه هيجرب شركة تانية لا طب انا عندي الشركة اللي انا دخلت فيها اللي هي FT بلس هي عندها تمويل فوري طب ما هدخل عندها يبقى هو عنده المنتج التاني اللي هو موجود في الشركات الاخر بحيث لو العميل عايز يجرب المنتج الاخر اجربه في نفس الشركة اللي انا دخلت فيها وصحبت منها خلاص بقيت شركة بالنسبة لي مصدقية عليها لكن FT ام او عملة منتج وحيد حاجة واحدة اللي هو التلاتين يوم والستين يوم منتج واحد لكن مثلا مايفوندد اف اكس عملة منتجين منتج شبيه باي ايت وكأنها اي ايت ومنتج اخر شبيه بمين باي فتي بلس يبقى ايا ايا جماعات لك الشركتين مع بعض بحيث ان انت بدل ما تدخل الشركتين لا هتدخل شركة واحد فهمت الافقار الخاصة بالشركات فكل شركة بتحاول تعمل لك اكتر من ايه من نموذج بحيث انت ايه ما تهربش عايز كذا اهو المنتج اهو المنتج اهو لكن ما تفردش علي منتج وحيد تمام انت كده بتفرد على زي ما يقولوا ايه المستثمر او المتاجر منتج وحيد بتقولوا لا هو ده انا عارف مصلحتك ادخل ده لا افرد واحد مش عايز يدخل تقييم عايز تمويل فوري وايه اللي يمنع افتي امو كشركة كبيرة لديها مليارات الدولارات ان هي تعمل تمويل فوري انت متخيل لو عملت تمويل فوري يعني افتي امو دي يوم كده يعلنوا ان هم يعملوا تمويل فوري تخيل ايه اللي هيحصل في السوق ده يحصل حاجة يعني طبعا الناس كلها هتدخل كل الناس هتدخل مع افتي امو تمويل فوري خلاص شكرا تمام هيؤثر طبعا على الحصة السوقية لباقي السوق وطبعا كل الشركات هتعمل تمويل فوري كل الشركات اللي يعرف يعمل تمويل فوري لان افتي امو لو عمل تمويل فوري هتلاقي كل الشركات لازم هيكون عندها تمويل فوري تمام عشان تقدر تنافس او تاخد منها حصة سوكية بالتوفيق ان شاء الله لو عاوز تدخل في اي شركة هتلاقي في الاسفل وشكرا جزيلا